كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام صباح الخير يا سيمبا يلا يا حبيبي اصحى عشان تفتر عملالك في طرق انت بتحبه صباح النور يا ماما ممكن بعد ما فتر أروح ألعب في الحديقة شوية ماشي يا سيمبا بس سوعة تتأخر يا حبيبي هي ساعة وترجع على طول الله أحلى حاجة الجنين النالة بلعب فيها دي ولا شجرة الطفاح بحبها جدا الله أنا بحب الشجرة الطفاح دي جدا الله هيه أنا حسس ان أنا جعان جدا أما جيب لطفاحة كده أكلها هم نم 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 الله دي طعمها حلوة قوي هم نم 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 ن يجي يلعب معايا انا زعلانا اول سيمبا سيمبا اسحى يا سيمبا شجرة التفاح زعلانا اول ان انت مجتش تلعب عندها ايه ده شجرة التفاح بتتكلم انت ازاي جيت عندي احكيلي انت ازاي بتتكلمي عشان انا شجرة مصحورة يا سيمبا قولي انت ليه ما بتجيش تلعب عندي زي كل يوم اتاخرت علي ليه ما تزعليش يا شجرة التفاح انا كان عندي دراسة وكنت بذاكر وبمتحن عشان كده معرفتش اجي انا هقولي ماما واجيلك يا شجرة التفاح ماما بعد اذنك يا ماما ممكن اروح علعب في الحديقة ماشي يا سيمبا بس خلص واجباتك ودروسك واحفظ كل حاجة وبعد كده كل يوم روح ساعة العب وارجع على طول متشكر اوي يا ماما انت احلى ام في الدنيا بحبك جدا ازايك يا شجرة التفاح عملة ايه؟ انا جاي يلعب وعلى فكرة انا هاجي كل يوم ساعة نلعب سوا وامش على طول احلى حاجة عملتها يا سيمبا وتوتا توتا خلصت الحدوتا وبكده خلصت حكايتنا عالم حواديد بتحبكو جدا يا أصحابي ما تنسوش تعملولي اشتراك وتدوسوا على الأصباح وتعملولي إعجاب بحبكو جدا مع السلامة